القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا في العام 65-900 و1000 لما تخرجت فاطمة الشلحاوي من مدرسة الممرضات في الرباط كانت شابة في ربيعها الثامن عشر كانت عينها الأول في دار الشاوي بين تانجا وتطوان كانت الممرضة الوحيدة في المستوصف القروي لدار الشاوي وبالرغم من أنها تلقت تكوينا معمقا في الترويض الطبي فقد كان عليها أن تتعامل مع كل الأمراض والحالات التي يستقبلها المستوصف اكترت فاطمة غرفة في منزل إحدى الأسر وبسرعة تمكنت من الاندماج في محيطها الجديد وصارت عائلات كثيرة تعتبرها من أفرادها إذ ارتبطت بعلاقات مواطدة مع النساء خاصة كنا تجدنا فيها خير من يساعدهن على مواجهة مشاكل وأعراض تخص النساء إذ كنا تستحيين من قبل أن تعرضن تلك المشاكل على الرجال من الأطباء لم يكن ذلك ليعني البتة أنها كانت تتبنى موقفا عدائيا من الرجال فقد كانت تعتبرهم بمثابة الآباء والإخوة وما لبث تفاني الممرضة فاطمة في عملها أن تجلى تحسنا واضحا في الخدمات التي يقدمها المستوصف القروي لدرشاوي لسكان القرية وقد انبهر لذلك المندوب الجهوي لوزارة الصحة عندما زار المستوصف ودفعه إعجابه بما تقوم به فاطمة إلى اتخاذ قرار بنقلها إلى المستشفى الإقليمي في تطوان مبررا ذلك القرار بالحاجة هناك إلى ممرضة متخصصة في الترويد الطبي وبقدر ما يتيح القرار اعتباره تتويجا للجهد الذي قامت به فاطمة بقدر ما اعتبره سكان درشاوي خسارة لهم لم يكن أمام الممرضة فاطمة إلا الامتثال التحقت بالمستشفى الإقليمي لتطوان كان من الامتيازات التي حصلت عليها أنها صارت تتوفر على سكن وظيفي داخل المستشفى هو غرفة مؤثفة في الحقيقة ساعدها ذلك على توفير بعض المال لإرساله إلى والدها لمساعدته مضت فاطمة الشلحاوي على النهج الذي كانت عليه في التعامل مع الناس حينما كانت تعمل في درشاوي واشتهرت في تطوان بالممرضة الرباطية وصارت محبوبة لدى الناس وكان أغلب زبنائها من الشبان الذين يتعاطون لرياضة كرة القدم إذ كانوا كثيرا ما يحتاجون إلى خدماتها بعد إصابتهم بكسور أو التواءات أو ما شبه ذلك كان في جملة من استقبلتهم في مصحة الترويد الطبي بالمستشفى الإقليمي بتطوان لاعب كرة القدم المعروف عبدالله البوعامري وكان في تلك الفترة نجما مرموقا عائدا من أحد الأندية الأندلسية في إسبانيا كان البوعامري قد تعرض لكسر في ركبته تطلب وضع الجبيرة لفترة دامت عدة أسابيع وبعد أن أزيحت الجبيرة كان عليه أن يخضع للترويد الطبي وبذلك صار من زبناء فاطمة لم يكن الترويد يعني السماح لللاعب البوعامري باستئناف اللاعب ومع ذلك في يوم صيفي بينما كان على شاطئ مرتيل لم يستطع المقاومة أغرته مقابلة على رمل الشاطئ أدى الجهد الذي بذله إلى تواعك على مستوى الركبة في تلك الفترة بينما تقاربت وطيرة حسس الترويد نشأت بين اللاعب النجم والممردة الشابة فاطمة الشلحاوي علاقة عاطفية ما لبثت أن توجت بخطوبة تلاها بعد فترة زواج بالرغم من التحسن الذي عرفه الوضع الصحي لللاعب البوعامري فإن مدرب الفرقة التي يلعب لها لم يعد يعتمد عليها كما كان الحال فيما مضى صار الأسبوع بعد الأسبوع يلزمه كرسي الاحتياط كانت نفسيته تتأزم كل مرة أكثر وكانت زوجته فاطمة حاملا بنهاية الموسم استغنى عنه الفريق انغمس اللاعب في شرب الخمر وأدى ذلك إلى ضائقة مالية شديدة لأسرته كما أنه صار ليفوت صغيرة ولا كبيرة ليثور ويصرخ لم يكن سلوكه يختلف كثيرا وهو في الشارع نبذه رفاق الكرة ولم يعد له من رفاق إلا بين المدمنين الخمر بعدما وضعت فاطمة حملها وكانت أنثى سمتها حنان صارت تضطر للعمل أيام عطلتها الأسبوعية وكل أوقات الفراغ في مصحة للخواص غايتها توفير ما يساعدها على متطلبات الحياة هي لم تعد وحيدة الآن لقد صارت أما وهي زوجة لرجل مفلس وبالرغم من أن مسيري الفريق ساعدوه في الحصول على وظيفة معلم للرياضة وعلى اقتناء بقعة أرضية شيدت عليها فاطمة بمجهودها منزلا متواضعا فإن صاحبنا لم يكن يقيم وزنا للذي يجري من حوله ومضى يغرق كل يوم أكثر في الإدمان على الخمر وبائعات الهوى في تلك الأجواء المتوترة أبدا كبرت حنان كان صراخ الأب السكير إيقاعا لكل الليالي كان الرعب يتملكها كل يوم أكثر صار والدها رجلا مرعبا ومخيفا لما كبرت وبلغت في الدراسة مستوى شهادة الدروس الثانوية كانت تستدعي من حين لآخر زميلات لها في الدراسة لإنجاز تمارين أو مراجعة الدروس وكم كان رعبها يكبر كلما رأت والدها في سكره يحاول التحرش بزميلاتها لم تكن حنان تظن أنه سيتحرش بها يوما ما كانت تقول إنها في كل الأحوال ابنته وفلذة كبذه ولكن الذي لم تتوقعه حدث ذات مساء بينما كانت والدتها في العمل حاول الهجوم عليها لاغتصابها تمكنت من الإفلات منها والتجأت إلى غرفتها وأقفلت الباب بإحكام منذ تلك الليلة صارت تتفادى تكررت محاولاته وكثيرا ما تدخل الجيران لإنقاذها ذات يوم لجأت أمها إلى الشرطة حيث تقدمت بشكوى في الموضوع تم اعتقال البوعمري ظل رهن الاعتقال الاحتياطي شهرا كاملا ولما قابل زوجته وابنته حنان في مكتب وكيل الملك بدى خائر القوى بدى وقد ندم على ما فعل رقت فاطمة لحاله وأشفقت عليه ابنته حنان وسحبت زوجته الشكوى التي رفعتها ضده واشترطت أن يخضع لعلاج يخلصه من إدمان الخمر لما وافق أخلي سبيله في الأسابيع التي تلت بدى وقد التزم بما وافق عليه وما لبث أن غادر مركز العلاج واستعاد وظيفته كمعلم للرياضة الأشهر التي تلت كانت فترة سعادة وهناء بالنسبة لفاطمة وابنتها ولكن البوعمري بذرائع مختلفة عاود معاقرة الخمر بدأ بكأس في مناسبة وآخر في مناسبة أخرى وصار يحدث المناسبات إلى أن صار كما كان مدمنا على الخمر عاود الرعب حنان إذ صار والدها يتحرش بها كما كان يفعل من قبل ذات ليلة عاد البوعمري سكرانا ثاملا كان كدأبه يلعن ويشتم ويصرخ كان الجيران قد تعود على عربدات البوعمري وكانت فاطمة ليلتها في ديمومة بالمستشفى لما دخل قصد إلى غرفة حنان كان يحاول فتح الباب حاول كسرة وكانت هي تستغيث من الداخل ذهب البوعمري إلى المطبخ وأحضر سكينا كبيرا وتمكن من أن يفتح الباب كانت حنان في زاوية مظلمة من الغرفة وقد تكومت ارتم عليها وهو يهددها بالسكين لما سقطت على الفراش ألقى بالسكين من يده لم يكن يتراجع كان مصمما على اقتصابها أمسكت الشابة بالمدية وصوبت إليه ضربة بكل ما أوتيت من قوة نفذ السكين من الظهر إلى داخل صدره بعد صرخة قوية لم يعد يتحرك تخلصت من ثقل جسمه وظل هو ملقا على بطنه فوق الفراش كانت ترتجف عادت إلى الزاوية المظلمة لما كانت تستغيث كان أحد الجيران قد بادر إلى الاتصال بأمها غادرت فاطمة مقر عملها مسرعة لما حلت بالمنزل وجدت باب غرفة حنان مفتوحا ولكن الغرفة كانت مظلمة ويأتي من عمقها نحيب دخلت أنارت الغرفة كانت حنان متكومة في الزاوية وعلى الفراش كان البعمري ملقا على بطنه وقد انغرس السكين في ظهره اقتربت منه فاطمة جسد نبضه كان ميتا هكذا وجدت فاطمة نفسها أمام عملية قتل القتل فيها زوجها البعمري والقاتل ابنتها حنان فكرت فاطمة في التضحية بنفسها حتى تستطيع ابنتها الوحيدة اكمال مشوارها مع الدراسة ومع الحياة بعد أن هدأتها أقنعتها بأنها ستعترف بأنها التي قتلتها لما أيقنت أن الشابة ستسايلها في خطتها مسحت آثار بصمات ابنتها من على السكين وحرست على أن تترك على قبضته بصماتها هي بعد ذلك اتصلت بالشرطة لما حضر رجال الأمن والوكيل العام للملك نقلت جثة البعمري إلى المستودع البلد للأموات بينما اقتيدت فاطمة وابنتها إلى المفوضية هناك حكت المرأتان الوقائع وفق ما اتفقتا عليه وكانت فاطمة قد توقفت مطولا عند سلوك البعمري ومحاولاته المتكررة لاغتصاب ابنته الوحيدة في المشرحة خلص الطبيب الشرعي إلى أن البعمري لما مات كان في حالة سكر بين وأن موته نتج عن طعنة في الظهر استعملت فيها مدية من الحجم الكبير نفذت إلى قلبه كان على الطبيب الشرعي أن يجيب عن سؤال آخر سؤال يتعلق بما إذا توفرت علامات على أن القتيل كان يهم باغتصاب ابنته كان الرد إيجابيا تم إخضاع حنان للفحص ورصدت على جسمها آثار عنف وكانت ملابسها الممزقة دليلا آخر على تعرضها لمحاولة اغتصاب كانت فاطمة تدفع بأنها إنما سعت إلى الدفاع عن فلذة كبدها ولم يكن أمامها من سبيل إلا استعمال السكين في صياغة محضر الاستماع لفاطمة وابنتها حنان استحضر العميد الذي تابع الملث سوابق الهالك وخلص إلى أن ما صرحت به فاطمة الشلحاوي وابنتها حنان يظهر احتمال وقوع محاولة اغتصاب سجل العميد ذاك التوافق والانسجام في تصريح المرأتين ولكنه تحاشى التشدد معهما لما أحيلت على الوكيل العام خلص من استجوابهما ومن خلال ما تضمنه محضر الشرطة إلى توفر ما يثبت وجود حالة دفاع مشروع على النفس طبقا للفصل السادس والعشرين بعد المئة من القانون الجنائي فأمر بحفظ الملث بعد إخلاء سبيل فاطمة وابنتها لدغة الانسة دوسانتس في العاشر من غش من العام واحد والفين في حدود العاشر ليلا وقعت حادثة سير بسالة الجديدة على الطريق المفضية إلى قنطرة سيد محمد لم تكن حركة المرور على تلك الطريق بالكثافة التي تعرفها طرق أخرى أبلغ عن الحادثة من قبل رجل كان يقود سيارته على الطريق الملتوية شاهد سيارة تزيغ عن مسارها وتهوي إلى أسفل المنحدر كان العميد الراجلي عبد الرحمن مكلفا ليلتها بالمداومة ما أنبلغ مكان الحادثة حتى طلب حضور رجال الوقاية المدنية بالبحث عن السيارة وتوفير المعدات الضرورية لعملية الإغاثة لما وصل المتدخلون إلى السيارة اكتشفوا بداخلها امرأة كانت ميتة ملامحها أوروبية سيارتها مسجلة في إسبانيا بعد مسح للمكان وتفتيش دقيق للسيارة تم العثور على الحقيبة اليدوية للضحية الآن ساماريا جونثاليث دوسانتوس مواطنة إسبانية في مستهل العقد الرابع من العمر مهنتها صحفية أبلغ وكيل المالك بالحادثة فطلب من العميد الراجلي الإبقاء على حراسة في المكان إلى الصبح حيث ستنتشل السيارة من المكان السحيق الذي هوت فيه والبحث بالتالي عن كل ما قد يفيد التحقيق وبما أن أسباب الحادثة لم تكن معروفة فقد كان من الضروري أن تأخذ عينة من دم الضحية من قلبها وتحليلها في المختبر للتأكد من نسبة الكحول التي قد تكون في الدم وهو ما سيحدد ما إن كانت الآن ساماريا جونثاليث دوسانتوس في حالة سكر وقت الحادثة نقلت جثة الضحية إلى المستودع البلدي للأموات وتم إرسال برقية إخبار إلى الإدارة العامة للأمن الوطني إجراء يمليه كون الضحية مواطنة أجنبية فضلا عن مهنتها كصحفية سويعات بعد ذلك كانت السفرة الإسبانية بالرباط قد بلغت بالحادث في الصباح حضر إلى مفوضية الشرطة الملحق الإعلامي بالسفرة الإسبانية وقدم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالهالكة قال إنها كانت تعمل لصحيفة إلبيس وإن إقامتها في فندق كذا وذكر اسم الفندق الذي كانت تقيم فيه بشكل دائم أكد الفحص الذي أجراه الطبيب الشرعي لجثة ماريا جونثاليث دوسانتوس أنها توفيت نتيجة إصابات متعددة وفي جهات مختلفة من الجسم ولعل القاتلة من بينها تلك التي كانت على مستوى الرأس أكد الفحص الطبي أيضاً أن الصحفية الإسبانية فارقت الحياة في حدود الساعة العاشرة من ليلة العاشر من غشت أكدت نتيجة التحليل المخبري لعينة من دم الهالكة أنها بالرغم من كونها تناولت بعض الخمر في عشائها الأخير فإنها لم تكن لحظة الحادثة في حالة السكر في مستودع الشرطة جرى فحص السيارة تناوب على فحصها عدد من الخبراء ولكنهم حتى ضحى اليوم الموالي للحادثة القاتلة لم يتوصلوا إلى ما يفيد بوجود خلل فني ما أدى إلى الحادثة ومع أن ما سبق لا يتيح مجالاً واسعاً للتحري فإن العميد الراجلي لم يستبعد من حساباته أي من الفرضيات فالمنطقة التي وقعت فيها حادثة السير تكون خالية خلال الليل ولذلك فإنه من غير المستبعد أن تكون الضحية تعرضت لإعتداء ما غدت الحادثة في حدود الرابعة عصراً عاد الملحق الإعلامي للسفارة الإسبانية إلى مفوضية الشرطة وقدم معلومات إضافية منها أن ماريا جونساليس دوسانتوس لم تكن متزوجة وأنها كانت تقود سيارتها برصانة كما أنها لم تكن كثيرة الخروج ليلاً ولذلك فإنه يتعين التحري حول سبب وجودها على تلك الطريق بسل الجديدة وفي تلك الساعة من الليل تعميقاً للتقصي طلب العميد من الخبراء فحص الواقية الزجاجية الأمامية للسيارة وكذا العجلات سريعاً جاء الجواب الواقية الزجاجية الأمامية تفتتت بينما انفجرت إحدى العجلتين الأماميتين ما كشفه أيضاً التحليل المخبري الذي أجري على عينة من دم الضحية أن ماريا جونثاليث دوسانتوس كانت مصابة بمرض السيدة لم يتغير مجرى البحث بالرغم من أن مصالح الشرطة اعتبرت المعلومة ذات فائدة أن يكون شخص مصاباً لسيدة لا يعني أنه مقترف لجريمة ولذلك اكتفى عميد الشرطة بنقل المعلومة إلى النيابة العامة التي أبلغت مندوب وزارة الصحة ليتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بعد 48 ساعة حلت بالرباط والدة ماريا لاستلام أمتعة ابنتها تلك التي في غرفتها في الفندق كما تلك التي بحوزة الشرطة افتقدت الأم ذكرة ابنتها ماريا جونثالي دوسانتوس قالت إنها لم تكن تفارقها منذ صباها تم تفتيش الصندوق الحديدي الذي كانت تكتريه في الفندق ولكن لا شيء وفي محاولة للتخفيف من ألم أم الصحفية الإسبانية أمرت شرطة سلا بإعادة تفتيش السيارة كما أعيد مسح المكان الذي سقطت فيه سيارة ماريا لكن لم يتم العثور على أي شيء سار دفتر مذكرات ماريا هاجسا يقض مدجع العميد الراجلي في اليوم الرابع وأثناء لحظة استرخاء جاءت فكرة تفكيك كراسي السيارة فقد تكون المذكرة علقت في جهة ما من أرضية السيارة نهد العميد مسرعا أمر بتفكيك كراسي السيارة وما كاد المكلف بالمهمة يرفع الكرسي الأمامي حتى ظهر للعميد كيس من الجلد معلق أسفل الكرسي بداخله كانت المذكرة لم يكن العميد يجيد اللغة الإسبانية كان سعيدا باكتشاف المذكرة المفقودة لأن ذلك سيسعد تلك الأمة المكلومة والدة ماريا جونثاليف دوسانتوس كاد يهاتفها ليزف إليها الخبر ولكن فضوله البوليسي أوحى له أن يتريث إلى أن يعرف ما دونته ماريا قبل موتها في حادثة السير عدم معرفته باللغة الإسبانية اضطره إلى الاستعانة بزميل له يعمل في المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب كان يجيد الإسبانية أسرار كثيرة ضمنتها ماريا جونثاليف دوسانتوس تلك المذكرة أسرار تعود إلى سنوات بعيدة وأخرى إلى زمن قريب باحة مذكرة بسر إصابة ماريا بداء السيدان كتبت أن صحفيا أمريكيا وكان رجلا جذابا استهواها أقامت معه علاقة جنسية غير محمية فأصيبت بمرض السيدان تقول ماريا إنها ما أنت يقنت من أنها مصابة بالمرض الفتاك حتى آلت على نفسها أن تنقله إلى أكبر عدد ممكن من الرجال كانت ماريا جونثاليف دوسانتوس وهي في مطلع عقدها الرابع امرأة جذابة كانت تستهدف كل شاب وسيم تصادفه أحيانا تصنع المناسبة للإيقاع بمن تستهدف عندما حلت بالمغرب تعرفت إلى عمر الرياحي وكان صحفيا شابا من تتوان ينحدر من أسرة أندلسية كان عمر وسيما وكانت ماريا تصطاد ضحاياها من بين الوسيمين أغوته بحركاتها ثم تمنعت قضى زمنا يلاحقها أسابيع منذ أن تعرف إليها في أصيلة وأخيرا تمكن منها ولعلها مكنته من نفسها كان ذلك في ليلة الثلاثين من مايو من العام واحد وألفين لما فتحت له باب غرفتها في الفندق استضافته سبع ليال وكان عمر يلاحظ خلواتها الطويلة في الحمام لم تكن تستحم في كل مرة كما لاحظ أن مذكرة تلازمها ذات ليلة أراد أن يعرف ما في المذكرة سقاها حتى أسكرها ولما فتح المذكرة يا لهول ما اكتشف كتبت بخط يدها أنها نقلت إليه مرض السيدة ذهل العميد الراجلي مما اكتشف في دفتر مذكرات ماريا جونثاليس دوسانتوس أبلغ رئيسه بالأمر إذ لم يسبق له أن تعاطى مع قضية مماثلة أمره الرئيس باستنساخ المذكرة ثم تسليمها إلى والدة ماريا وجد العميد الراجلي نفسه في مواجهة تطور لم يكن مرتقبا عليه الآن العثور على عمر الرياحي مضت ثلاثة أشهر ولا أثر له أبنت التحريات بأنه غادر المغرب إلى إسبانيا عبر ميناء طانجا في الثالث عشر من نوفمبر تقدم عمر الرياحي إلى شباك الأمن بباب سبتا كان قادما من إسبانيا ما أن تعرف عليه مسؤول المصلحة حتى دعاه إلى مكتبه أبلغه بأنه مطلوب حضوره إلى مفوضية الشرطة بسلال أمر يهمه حاول أن يعرف الموضوع ولكن مسؤول مصلحة الشرطة في باب سبتا لم يكن على علم بالموضوع اضطرب عمر ولذلك ما أن وصل إلى سلام ساء ذلك اليوم حتى تقدم لدى مفوضية الشرطة هناك استقبله العميد الراجلي كان يريد أن يبلغه الخبر المشؤوم خبر إصابته بسيدا ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك بادره بسؤال عن علاقته بالصحفية الإسبانية ماريا جونفاليس دوسانتوس أجهش عمر بالبكاء وما أن هدأ قليلا حتى سأل العميد كيف عرفتم أنني الخاتل كان ردا مفاجئا اعتدل العميد في مجلسه أخف اندهاشه لما قاله عمر الرياح وبنبرة هادئة تماما رد عليها الشرطة تستطيع اكتشاف الحقيقة لأن الجنات يتركون دائما خيطا يقود إليهم سرد عمر حكايته مع الصحفية الإسبانية لتفاصيلها إلى أن اكتشف أنها نقلت إليه مرض السيدة في تلك اللحظة قرر الانتقام منها تعلل بزيارة إلى عائلته في تطوان ووعدها بأنه عائد إليها بعد ثلاثة أيام لما عاد دعاها إلى منزله في سل الجديدة قال عمر إنه خرج حين دخلت هي إلى الحمام لتغتسل قبل أن تعود إلى فندقها قصد إلى سيارتها قطع أنبوب زيت الفرامل بعد أن نصب مسامير تحت العجلات لما غادرت تبعها ظل يرقبها إلى أن هوت بسيارتها في المنحدر عاد إلى بيته جمع أغراضه وما كان لديه من مال ثم غادر إلى تطوان فوت كل ما يملك إلا بيت والديه الهالكين فقد حبسه على الفقراء عبر إلى إسبانيا كانت ضحاياه كثيرات ممن نقل إليهن مرض السيدة قال عمر في اعترافاته إنه لن يكن يعتقد أن الشرطة ستكشفه يوما ما استمع العميد الراجلي باهتمام إلى اعترافات عمر الرياحي وعيد فحص سيارة ماريا جونساليس دوسانتوس اكتشفت المسامير بين أشلاء العجلات وتجل القطع الذي طال أنبوب زيت الفرامل أبلغ العميد رئيسه باعترافات عمر وتم الاتصال فورا بالوكيل العام للملك لأن الأمر لم يعود الآن من اختصاص المحكمة الابتدائية انتقل الوكيل العام إلى مفوضية الشرطة بسلة مصحوبا بقاضي التحقيق للاستماع إلى أقوال عمر الرياحي أمر قاضي التحقيق بأن يوضع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي مع مطالبة مدير السجن بعزله عن باقي السجناء لما يمثله من خطر عليهم قبل أن ينقل من مقر مفوضية الشرطة بسلة إلى السجن طلب عمر الرياحي من العميد الراجل أن يطلعه على آخر ما دونته الصحفية الإسبانية في دفتر مذاكراتها كتبت ماريا جونساليس دوسانتوس مسكين عمر اعتقد باستضافة في بيته أننا بدأنا حياتنا كعاشقين لم يكن يعلم أنني على موعد مع ضحية أخرى في الفندق في الحادية عشر ليلا لا تقتلني بسمك في العام 72 تسعمائة وألف كان عزيز العطار ضمن خريجي المدرسة العليا للهندسها بباريس وكما هو حال شبان مغاربة كثيرين قرر وقد أنهى دراسته وحصل على ديبلوب مهندس أن يعود إلى أرض الوطن علّه يجد وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية في إحدى الوزارات كانت هنا المسرور الشابة المغربية التي تعرف عليها خلال سنوات الدراسة قد أنهت بدورها مشوارها الدراسي وتخرجت من كلية الطب متخصصة في أمراض النساء والتوليد كان هو ينحدر من فاس بينما كانت عائلتها هي في صفر وقد اتفق الشابان على الزواج مباشرة بعد أن يحصل على وظيفة في سبعينيات القرن الماضي كان الطلب كبيرا على الأطباء والمهندسين ولذلك سهل على عزيز العطار أن يجد وظيفة في وزارة الأشغال العمومية وتم تعينه بمندوبية فاس بينما تم توظيف هناء المسرور في المستشفى الإدريسي كانت قصة جميلة قصة الشابين عزيز وهناء كان سعيدين وهما يعدان لحفل زفافهما تتويجا لحب واكب سيني الدراسة في صفر على مدى سنوات ظل عرس هناء مضرب المثل استقر الزوجان في فاس كان يسكنهما طموح لا حدود له كانت هناء تحلم بامتلاك مصحة خاصة بينما كان عزيز يطمح إلى المراتب الأعلى في وظيفته ولذلك اختار الانخراط في أحد الأحزاب السياسية كثيرون ممن ارتقوا السلاليم مروا عن طريق ذلك الحزب بعد ثلاث سنوات استطاع عزيز عن طريق العلاقات الحزبية وأيضا عن طريق العلاقات التي أتاحتها له وظيفته أن يجد فرصة من ذهاب في الرباط كان طبيب فرنسي يريد بيعا من صحته في الرباط إذ أراد أن يستمتع بالتقاعد وبما ستصرفه له إحدى شركات التأمين بعد أن تقدم به العمر وقد تمكن عزيز وزوجته من شراء المصحة بثمن أكثر من مناسب وحصل لأجل ذلك على قرض من إحدى المؤسسات البنكية استقالت هناء من وظيفتها كطبيبة بوزارة الصحة وتسنى لها بفضل العلاقات التي صارت لزوجها الحصول على ترخيص باستغلال المصحة التي صارت من بين الأشهر في طب النساء والتوليد طبيعي أن يسعى عزيز للالتحاق بزوجته وعبر قنوات حزبه الذي كان نافذا تمكن من الحصول على تعيين في مديرية الطرق بوزارة النقل حيث تم تكليفه بالإشراف على واحد من أهم الأوراش التي برمجت لأواخر السبعينيات وكانت محطة اهتمام كبار المسؤولين رأى المهندس الشاب أن المهمة الموكولة إليه تعتبر فرصته للتألق والظفر بمنصب أكثر أهمية ولذلك خص ذلك المشروع بكامل اهتمامه وصرف من أجله كل ما لديه من خبرة وجهد كان الأمر بالنسبة إليه كما بالنسبة للإدارة المغربية ضربا من التحدي تحدي للمهندسين الفرنسيين الذين ذاع بينهم خلال تلك الفترة التهاون وعدم التعاون مع السلطات المغربية على الوجه المطلوب في تلك الفترة كانت الدكتورة هناء المسرور قد تمكنت من ترسيخ مكانة مصحتها في المجتمع الرباطي وكان الإقبال كبيرا ويدر أرباحا طائلة اقتنى الزوجان بقعة أرضية من خمسة آلاف متر مربع في حي السويسي وبسهولة حصل على قرض وباشر الزوج بناء مسكن فسيح الأرجاء يليق بمكانتهم الاجتماعية كانت الأشغال تتقدم بسرعة بعد عام ونصف العام كان المسكن الفخم جاهزا لما انتقل للعيش فيه كانت هناء حاملا لم تكن تفصلها عن موعد الوضع سوى ثلاثة أشهر نجح عزيز في مهمته وتم إنجاز المشروع على الوجه المطلوب وفي أحسن الظروف وتم تعينه مديرا للبنايات العامة في وزارة النقل صار من سام الموظفين وفي صف المسؤولين الذين يرتكز عليهم في عمل وزارة النقل وضعت الدكتورة هناء مولودتها وسمتها سعاد كانت تريد إبرازة يمنها بالسعادة التي تحفها ما أن انقضت ثلاثة أشهر حتى عادت الدكتورة هناء إلى عملها كانت تشرف على إدارة المصحة وفي الآن نفسه كانت تزاول مهنتها كطبيبة أمراض نساء وتوليد كان برنامج عملها مرهقا ولا تكاد تحضن طفلتها سوى لبعض الوقت في آخر المساء لما تعود إلى البيت في أحيان كثيرة تتطلب حالات مستعجلة أو ولادة مستعصية بقاءها في المصحة حتى جوف الليل لم يكن عزيز بالأحسن حالا ذلك أن طبيعة المهام الموكلة إليها تملي عليه التنقل بين الأقاليم لتفقد الأوراش وسيرها والإشراف على بعض الدراسات الميدانية نحن الآن في العام ثمانين تسعمائة وألف صارت الطفلة سعاد تبلغ من العمر عامين فتحت عينيها بين أحضان المربيات والخادمات كنا تتولين كل شؤونها كذلك مرت الأعوام وتعاقبت السنون كبرت سعاد ولم تتعود أن يرفض لها طلب كانت المربيات والخادمات تخشين إغضابها لأنهن تعلمن أن إغضابها قد يعني إغضاب والديها وإذا ما غضب فإن ذلك يعني بكل بساطة ضياع لخمة العيش كذلك كانت تخمن المربيات والخادمات بينما كان والد سعاد عزيز وهناء يريان أن مهمتهم الأساسية هي توفير كل ما تحتاجه ابنتهما كان ينفقان عليها بسخاء لما صارت سعاد في سن المراهقة وما يعنيه من تقلبات في المزاج والأحوال وإصرار على الإنسلاخ من عباءة الأبوين صارت لها صديقات كثيرات ورفاق كثيرون كانت تصاحب المراهقين من زملائها في المدرسة وتستبدل الواحد منهم بالآخر كما تغير أحذيتها كانت رهن إشارتها يوميا مبالغ هامة وكانت تنفق بسخاء يشبه الجنون ولما ذاع أمرها في الثانوية صار الشباب يتهافتون على ودها ينالون من جمالها وفي أسوأ الحالات من مالها كل ذلك كان يحدث والأب المهندس عزيز وقد ارتقى السلاليم منهمك في أشغاله والأم الطبيب هناء لن شغال لديها سوى تحسين مردودية مصحتها والحفاظ عليها صار مألوفا أن تستحب معها إلى البيت أصدقاء وصديقات ثم شيئا فشيئا صارت تدخن ثم تشرب الخمر في العام ستة وتسعين كانت سعاد في الثامن عشر في غفلة من والديها راكمت الإخفاقة والإخفاق في الدراسة لما تفطن سعيا إلى تدارك الأمر قرر إرسالها إلى باريس حيث ألحقاها بمدرسة خاصة كان عزيز قد تولى المسؤولية الأولى في الوزارة وكان يخشى أن يقال إن بنت الوزير فاشلة تتبع سير دراستها في السنة الأولى حيث تمكنت من الحصول على ديبلوم أهلها لولوج الجامعة وستثبت الأيام أن أحوالها لم تتحسن صارت تتعاطى للمخدرات الصلبة تعاقب عليها شبان كثيرون استفادوا من شبابها ومن أموالها كان والدها كما والدتها يريان ضرورة أن تترك لها فرصة للتصرف ومواجهة واقعها لتكتسب الدربة والتجربة في مواجهة المشاكل التي قد تعترضها كذلك كان يفكرا وبالرغم من تهاونها في الدراسة فإنها تمكنت من الحصول على شهادة لم يكن لديها في الواقع ما يقابل ما تشهد به الشهادة صار بقاؤها في باريس يهدد مستقبلها في الصميم ولذلك سعى والدها من موقعه الرفيع أن يجد لها منصبا في الوظيفة العمومية ولكنها كانت ترفض وبإصرار في النهاية قررت والدتها أن تعينها مديرة لمصحتها وبأجر شهري جيد فهل سيكفي ذلك لإصلاح ما أفسدته السنون؟ كان عزيز العطار وهناء المسرور منهمكين في أعمالهما كان عزيز وقد صار المسؤول الأول في وزارة النقل يمضي أوقاته بين الاجتماعات مع المسؤولين في وزارته واجتماعات أخرى في الحزب السياسي الذي انتمى إليه بعد عودته من فرنسا وكانت هناء تهاب كلما أتيت من جهد وطاقة لمصحتها المزدهرة في الرباط كان انشغالها عن ابنتها الوحيدة سعاد قد جعلها تحيد عما حل ما لها به وما أن بلغت المراهقة حتى انغمست في التدخين وشرب الخمر واتخاذ العشاق من بين زملائها من المراهقين لما أوفداها إلى فرنسا بدعوى تمكينها من أجواء أفضل للتحسيل والدراسة صادفت من قادها إلى سبيل الإدمان على المخدرات الصلبة حصلت على شهادة لا تعكس في الواقع ما تشهد به عادت إلى الرباط حاول والدها الحصول لها على منصب في الوظيفة العمومية ولكنها كانت ترفض وبإصرار ثم اضطرت والدتها إلى توظيفها في مسحتها اتخذتها سوريا مديرة للمسحة ومنذ الأيام الأولى لتوليها منصبها الجديد بدى تعاملها بتعالي مع العاملين في المسحة بمن فيهم الأطباء أكثر من ذلك صارت تتحرش بكثير من الشباب ومن كان يرفض الإنصياع لها تدفعه إلى الرحيل استشعرت أمها خطورة سلوكها على سير المصحة ولذلك طلبت منها ألا تأتي إليها ووعدتها بأنها ستحتفظ لها بالأجرة الشهرية التي تصرفها لها منذ ذلك الحين صارت سعاد لا تستيقظ من النوم إلا عصرا ثم تغادر فيلا العائلة وتنصرف لقضاء ساعات المساء والليل متنقلة بين حانة وملهة لا تعود إلى البيت إلا بعد أن يقترب الفجر تدخل غرفتها تغلق الباب ثم تنام قضت على ذلك الحال بضعة أسابيع ثم لم تعد تلاقي الإقبال الذي كانت تلاقيه في البداية ولذلك صارت تتحرش بالسائقين الذين يعملون في منزل أسرتها كانت تنتقي الشباب منهم وكلما قضت من أحدهم موطرها افتعلت مشكلة لترضه من العمل وكثيرا ما كانت تصطحب معها عشاقها إلى البيت كانت الخادمات خاصة تراقبن ما تقوم به الشابة ولكنهن لم تكن تجرؤن على الكلام الصمت لمن في مثل أوضاعهن طوق نجات وحين يتعلق الأمر بلقمة العيش يتعين الحفاظ عليها بكل الوسائل فما بالك حين يكفي عدم تدخل المرء فيما لا يعنيه تخطت سعاد كل الحدود وصارت أصداء سلوكها ومغامراتها اليومية في الحانات والملاهي الليلية تصل تباعا أحس والدها بأن ابنته صارت مصدر تهديد لمساره المهني فضلا عن سمعته بل لقد تم استدعاؤه وتنبيهه إلى الأمر وكان عليه أن يبحث عن حل للمشكلة متأخرا اكتشف الأب أن ابنته الوحيدة صارت مدمنة الخمر والمخدرات الصلبة ولذلك التجأ إلى إداعها مستشفى برشيد بعيدا عن الرباط وبعيدا عن المحيط الموبوء الذي كانت ترتاده ويرتادها مكثت ثلاثة أشهر رهن العلاج من الإدمان كانت حالتها تتحسن وأقسمت بأغلظ الأيمان أنها لن تعود إلى ما كانت عليه لما غادرت مستشفى برشيد اتخذت الدكتورة هناء من ذلك اليوم مناسبة أقامت فيها حفلا في منزل العائلة وقد رتبت من قبل مع إحدى زميلاتها لقاء يشبه الصدفة بين سعاد وشاب من عائلة محترمة كان الغرض خلق الأجواء لعلاقة يكون مآلها الزواج بعد جلسة التعارف قرر الشابان اللقاء منفردين يومها اشترطت عليه إن أراد الزواج منها أن يلتزم بعدم التدخل في علاقاتها الخاصة فضلا عن أنها قالت له بصراحة ليس بعدها صراحة إنها إن وافقت على الزواج منها فإنها ستكون فعلت إرضاء لوالديها أصابت كرامة الشاب في العمق ولذلك وهل كان ممكن تصور قرار آخر قرر الإنسحاب وتوصفها عادت إلى سابق عاداتها عادت تلاحق الشباب لإشباع نزواتها في تلك الفترة التحق ببيت عزيز العطار شاب للعمل كسائق كان له مستوى جامعي وبما أنه لم يتمكن من الحصول على عمل فقد قبل بالعمل كسائق ريثما يتيسر له الحصول على عمل يليق بمستواه الدراسي كان السائق الشاب يسمى عادل المرصافي كان شابا ذا أخلاق وتدين وكان يعاني من مرض في القلب يلزمه تناول دواء كل مساء قبل النوم ولذلك منذ اليوم الأول أخبر المسؤولة عن العاملين في منزل السيد عزيز بأنه بعد أن يتناول الدواء لا يستطيع العمل كان الشاب قد أحس منذ بضعة أيام بأن سعاد تلاحقه هو يعلم مبتغاها وقد حرص على أن يتجاهل ما ترنو إليها وفي الآن نفسه كان يتفادى كل ما قد يحسب عليه إخلالا بواجبه المهني ولذلك صار يؤخر تناول الدواء إلى ما بعد الحادية عشرة ليلا حين يتناول تلك الحبة ينام نوما عميقا ولا يستيقظ إلا بعد مرور ثمان ساعات ذات ليل صيفي بعد أن تناول دواءه خلد السائق الشاب عادل إلى النوم وترك باب غرفته مواربا اتصلت به سعاد بالهاتف ولم تتلقى أي جواب وقد غاضها ذلك خاصة وأنها عادت من جولتها المسائية خالية الوفاض اتصلت عدة مرات وفي نهاية الأمر جاءت إلى غرفته فتحت الباب كان نائما ولم يكن يرتدي سوى تبان حاولت أن توقظه ولكنها لم تنجح لاحظت وجود علبة دواء على مائدة قرب السرير أخذتها وصارت تقرأ المعلومات التي كتبت عليها بقلم أزرق بخط اليد كتب عليها حبة واحدة قبل النوم كان في جملة المعلومات التي قرأتها أن الحبة من ذلك الدواء بعد تناولها مباشرة تجعل الشخص يغرق في نوم عميق لسابع أو ثمان ساعات وقتها فقط أيقنت أن عادل لن يفيق قبل الصبح عصر اليوم التالي بعد أن استيقظت نادت عليه وابخت لأنه لم يجب على ندائها بالأمس شرح لها قصته مع الدواء مساء ذلك اليوم ارتدت ثيابا تشي بمفاتنها وطلبت منه أن يرافقها لقضاء بعض الحاجيات لمس في لهجة خطابها لينا لم يعهده من قبل عاد في العاشرة ليلا مضت إلى غرفتها ومضى إلى غرفته ولكنها اتصلت به هاتفيا بعد ربع ساعة وطلبت منه أن يأتيها بوجبة عشاء طلبتها من مطعم قريب لما عاد طلبت منه أن يأتيها بالعشاء إلى داخل غرفتها تردد ولما نهرته انقاد لما طرق الباب وآذنت له بالدخول وجدها عارية ألقى بما في يده ثم أسرع نحو غرفته دخل تناول حبة الدواء ثم بعض ربع ساعة كان قد نام لحقت به في غرفته لما دخلت وقد استعملت نسخة من المفتاح وجدته نام صارت تحاول أن توقفه وكانت تقول إنها ستمنحه ما يريد لقاء ليلة يقضيها معها لم يكن يجيب أخذت علبة الدواء ومضت إلى غرفتها كانت شديدة التوتر وأرادت أن تتخلص من حسرتها بأن تنام أخذت ثلاث حبات وابتلعتها تباعا ثم استلقت على الفراش كان لباسها الشفاف يظهر تفاصيل مفاتنها قبيل الفجر عادت والدتها الدكتورة هنا رفقة والدها عزيز من حفل كان مدعوين إليها لفت انتباه الطبيب أن ابنتها لم تطفئ النور في غرفتها وبينما مضى عزيز توجهت هي إلى غرفة سعاد فاجأها أن الباب مفتوح وأن سعاد شبه عارية مستلقية على الفراش وقفت بالباب ونادتها لم ترد تقدمت وضعت يدها على جبينها كانت به برودة غير عادية جست مبضها كانت ميتة حاولت الطبيبة أن تتماسك نادت على زوجها كانت أرضية الغرفة تعج بقنينات الخمر الفارغة وعلب السجائر سعى الزوجان بداية إلى جمع كل تلك الأشياء التي تسيء إلى سمعتهما اكتشف علبة الدواء التي جاءت بها من غرفة السائق عادل المرصافي نادت الطبيبة على رئيسة الخدم لما سألتها عن الذي حدث قالت إنها نامت في الحادية عشر ولم تشعر بأي شيء لما عرضت عليها الدواء قالت إنه للسائق عادل أمرها عزيز أن توقظه وجدته غارقا في النوم اكتشفت بالقرب من فراشه ورقة مكتوبة بخط سعاد لم تلمسها وأخبرت سيد المنزل بذلك مضى إلى الغرفة كتبت سعاد في الورقة أنا مستعدة لإعطائك كل ما تريد ولكن لا تقتلني بسمك لم تكن بعدها كلمات أخرى رأى السيد عزيز ووافقته زوجته الدكتورة أن في تلك الرسالة ما يبرئ سمعة العائلة واتفق على أن السائق هو الذي ناولها السم الذي قضى على حياتها تم الاتصال بالشرطة حضر العميد الإقليمي محمد البارودي ومعه عدد من أعوانه ومنهم المسؤول عن فرقة مسرح الجريمة لم تمكن المعاينة الميدانية من كشف أي بصمة غير بصمات الهالكة ثم تم نقل الجثة إلى مستودع البلد للأموات سعى العميد البارودي إلى غرفة السائق عادل كان نائما ولم تفلح المحاولات لإيقاظه تم العثور بجيبه على وثيقة طبية تثبت حالته والدواء الذي يتناوله وخلص الطبيب الذي فحصه وهو نائم إلى أن الرجل سيستيقظ بعد ساعتين وكذلك كان استجوب العميد البارودي ومساعدوها الخادمات تلواتي كن حاضرات وقد رأى أن المسؤولة عنهن كانت متحفظة في إجاباتها ولذلك قرر استدعاءها إلى مقر مفوضية كان المسؤول الكبير عزيز وزوجته قد أدلي بأقوالهما وسلم العميد الورقة التي اكتشفت في غرفة السائق تلك التي كتب عليها لا تقتلني بسمك لما أفاق السائق فاجأه وجود ذلك العدد من رجال الشرطة في غرفته اقتيد إلى المفوضية حيث صرح بأنه نام بعد أن تناول دواءه كالمعتاد ولما سئل عن سعاد قال إن آخر عهده بها لما أحضر لها وجبة العشاء ولما ألح عليه المحققون باح بما كان يتكتم عليها وقال إنه رفض الاستجابة لنزواتها أبلغ أنه متهم بقتلها بإعطائها من الدواء الذي يتناوله إذ ذاك أدخل يده في جيبه وصار يصرخين علبة دوائي قال له أحد المحققين إنها وجدت في غرفة سعاد وإنها تناولت منها أكثر من حبة فيما يبدو صار عادل يعلن براءته من المنسوب إليه وبأعلى صوت في مكتب مجاور كانت قد فكت عقد لسان رئيسة الخدم التي حكت تفاصيل ما كانت تقوم به سعاد كما أثنت على سلوك عادل سئل السائق عن تلك الرسالة التي تقول أنا مستعدة لإعطائك كل ما تريد ولكن لتقتلني بسمك أجاب بأنه لا علم له بتلك الرسالة ولكنه أشار إلى أن سعاد كانت تناديه المسموم كلما أعرض عن نزواتها ختم العميد محمد البارودي تقريره عن هذه القضية بأن رجح فرضية أن تكون سعاد عن قصد أو عن غير قصد هي التي وضعت حدا لحياتها تمت إحالة الملف على وكيل الملك الذي قرر إخلاء سبيل السائق عادل المرصافي إذ لم يتوفر ما يمكن الاعتماد عليه لمتابعته لحظة الحسم لحظة حرجة كان جعفر الخلوف المزداد في الخامس من نوفمبر من العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف الابن البكر في أسرة تتكون من الأب الذي كان يعمل حارسا ليليا وأم ربة بيت وثلاثة أطفال عدا جعفر لا يتجاوز عمر أكبرهم اثنى عشر عاما كانت الأسرة تسكن الحي المعروف في الرباط بحي البويتات كان والد جعفر رجلا مكافحا يبذل قصار الجهد لتوفير لقمة العيش لأسرته وكان جعفر ولدا مهذبا شغوفا بالدراسة والتحصيل كان كما أبناء كثيرين من العائلات الفقيرة يرى الخلاصة في الحصول على الشهادات الدراسية العليا كان حلمه أن يتمكن يوما ما من مساعدة والده وإخراج أسرته مما هي فيه من عوز في العام أربع وألفين كان جعفر الخلوف كأقرانه يستعد لاجتياز امتحانات البكالوريا كان يمضي الليالي في مراجعة الدروس ذات مساء بينما كان يراجع رفقة بعض الأصدقاء أحس بصداع رهيب لعله ناتج عن الإرهاق كذلك ذن جعفر وكان في المجموعة شاب ناوله قرصا ما أن ابتلعه حتى شعر بتراجع للألم في اليوم التالي تقريبا في الوقت ذاته أحس جعفر الخلوف بصداع في الرأس ولم يكن الذي ناوله القرص موجودا فاضطر إلى الذهاب عنده إلى البيت حيث ناوله قرصا آخر لم يكن جعفر وهو يلتجئ إلى صاحبه ذاك يعلم أنه وقع في شرك الإدمان وأن صاحبه لم يكن سوى مروج للأقراص المهلوسة في حي البويتات ساءت حالة جعفر وصارت حالة الهيجان تلازم نوبات الصداع ودخل في الدوامة لم يجتزي الامتحانات وضاع كل ذلك الجهد الذي بذله خلال عام كامل انقلب مجرى الحياة في بيت أسرة محمد الخلوف رأسا على عقب وصار الشاب يبتز والديه لشراء الأقراص المهلوسة تلك التي تسمى القرقوبي وبالتدريج صار يستعمل العنف ضد والديه وإخوته تبدل سلوكه ولم يعد ذاك الفتى المهذب القدوة صار يعرف في حي البويتات بجعفر الحلوف للعنف الذي صار يطبع سلوكه خاصة حين لا تتوفر لديه تلك الحبوب المخربة من بين سكان الحي رجل أمن اسمه بجمع الطهور كان يعمل شرطية مرور رجل في الخمسين من العمر عرف عنه تفانيه في عمله واستقامته وكان قد استقر في البويتات منذ عدة سنوات حيث بنى بيتا متواضعا لأسرته على بقعة أرضية ورثها عن والده كان السيبو جمع كما ينادونه في الحي شرطية مرور معروف في الرباط كانت حركاته وهو يواجه تلك السيول من السيارات تلفت إليه الأنظار كان رجلا محترما في حي البويتات كثيرا ما لجأ السكان إلى باب سيبو جمع طلبا للمساعدة في حل مشكلة إدارية أو سعيا وراء نصيحة ولم يكن الرجل يبخل على من يطرق بابه وكذلك جاء إلى منزل السيبو جمع والد جعفر يطلب مساعدته على إيداع ولده جعفر مستشفى الرازي للأمراض العقلية حكى الرجل السيبو جمع كيف أن ابنه البكر تحول من شاب له طموح وأحلام إلى مدمن على القرقوب كل الناس يعلمون أن مروجي تلك الحبوب التي تذهب بعقول الشباب يؤتى بها إلى أبواب المدارس وأحيانا إلى داخل فصول الدرس حالة كثيرة سجلت في أبواب مدارس ابتدائية وكثيرا ما يكون المروجون من بين التلاميذ أنفسهم ممن يستقطبهم كبار المروجين لتلك السموم حلق الحديث الذي ضار بين السيبو جمع ووالد جعفر في عموميات كثيرة تخص الظاهرة غادر محمد الخلوف والد جعفر وقد وعده السيبو جمع بأنه سوف يعمل كل ما في وسعه لمساعدته كان ضغط جعفر يزداد على أسرته وصارت والدته تقتسم معه المصروف اليومي للأسرة تفاديا لنوبات هيجانه التي تنتهي في كل مرة بتكسير ما بقي من أثاث والسطو على آنية أو غطاء لبيعه وشراء القرقوب بعد ثلاثة أيام التقى السيبو جمع بمحمد الخلوف وأبلغه أنه تمكن من الحصول على موعد لجعفر في مستشفى الرازي في اليوم المعلوم أحضرت سيارة إسعاف وتم تكبيل جعفر ونقل إلى مستشفى الرازي كان أمل والده أن يقبل الطبيب بإيداعه المستشفى حتى يتمكن من التخلص من إدمان القرقوب كان الانتظار في باب مستشفى الرازي طويلا وكان وجود بائعي الساندويشات والبيض المسلوق والمياه المعدنية والفريت والخبز ينبئ القادم إلى المستشفى بأن الانتظار سيطول وكذلك طال انتظار محمد الخلوف وولده جعفر كانت طبيبة متمرنة تتولى إعداد الملفات بيد أن قرار الحسن يعود إلى الطبيب المسؤول الأول عن المستشفى وقد استغرب أبو جعفر يومها كيف أن ولده الذي كان طوال الوقت في حالة توتر يلتزم الهدوء كان يود لو جاءته نوبة الهيجان حتى ترى الطبيب ما يفعل به الاحتياج إلى القرقوب ولكن الشاب ظل هادئا دونت الطبيبة المتمرنة كتابات في ملف جعفر ثم كتبت وصفة وقالت للرجل عد بولدك إلى البيت وأعطه هذا الدواء لمدة شهرين كبيرة كانت خيبة أمله عاد بولده جعفر إلى البيت وعاد جعفر إلى سابق حالاته وأيقن الرجل أن قدره أن لا يخرج من الدوامة مع الوقت لم يكن جعفر يأتي إلى البيت إلا للحصول على مال يشتري به المخدر بل إنه تدرج في سلم العنف وصار يتنقل في حي البويتات ومعه سيف حقيقي كان السكان يحتاطون من تقلبات مزاجه مساء السادس من ماي من العام خمسة وألفين كان الشرطي المرور سيبو جمعة عائدا إلى منزله بعد يوم من العمل كان كل ما يفكر فيه أن يبلغ بيته ويأخذ قسطا من الراحة وكعادته عرج على سوق الخضر والفواكه بالأحباس حيث تعود أن يعود إلى البيت حاملا معه بعض ما تحتاج إليه أسرته وبينما هو عند بائع الخضر لمح جعفر الحلوف مقبلا وقد أشهر سيفه كان يهدد المارة والمتسوقين تظاهر الشرطي بو جمعة بأنه لم يره ولكن جعفر رآه وأقبل نحوه رافعا سيفه ظن الشرطي أنه سيمضي إلى حال سبيله ولكن الشاب كان في حالة هيجان توقف غير بعيد عن سيبو جمعة وصار يكيله الكلام النابي ولما لم يرد عليه اقترب أكثر وهم بأن يوجه إليه ضربة إلى الوجه تراجع الشرطي إلى الوراء وابتعد من كان بقربه من المتسوقين والمارة ولكن هيجان جعفر ازداد انقض على الشرطي ثانية فاتقى ضربة السكين بدراجته الهوائية ولكن جعفر أعاد الكرة في تلك اللحظة أخرج السيبو جمع مسدسه وقال لجعفر إنه سيطلق النار ولم يكف ولكنه لم يتوقف ولما حاول الهجوم من جديد أطلق عليه الشرطي النار أصابه في العنق كانت طلقة واحدة خر إثرها جعفر سريعا اتصل أحدهم بشرطة النجدة وأبلغ عن مقتل شاب برصاص رجل شرطة في سوق الأحباس حضر والي الأمن شخصيا ومعه وكيل الملك تم تطويق مسرح الأحداث وشرع في البحث عن شهود لم يتقدم أي شخص ممن تابع الوقائع للإدلاء بشهادته اقتيد الشرطي إلى مقر ولاية الأمن بعدما سلم سلاحه المهني تم توجيه ملتمس إلى قاضي التحقيق للبحث في الموضوع حكى الشرطي بجمع تفاصيل التفاصيل في الذي حدث قبل أن يضطر إلى استعمال مسدسه دفاعا عن النفس قرر قاضي التحقيق إيداع الشرطي الاعتقال الاحتياطي في اليوم التالي مضى محمد الخلوف للمستودع البلدي للأموات حيث تسلم جثة ولده جعفر تم الدفن عصر ذلك اليوم وكان أبو جعفر قد سمع روايات متناقضة حول الذي حدث لابنه مع الشرطي سيبو جمع كانت بعض الروايات تحثه على متابعة الشرطي بعد أن عاد من المقبرة فكر محمد الخلوف مليا في الأمر أمضى الليل يفكر وفي الصباح في صمت نهض وتوجه إلى المحكمة يريد مكتب قاضي التحقيق لم ينتظر طويلا لما سأله القاضي عما يريد قال الرجل المكلوم إنه جاء ليقول كلمة حق الشرطي لم يقم سوى بالدفاع عن نفسه بعد تدوين أقوال والد جعفر في محضر رسمي بوشرت مسترة إخلاء سبيل الشرطي وسيظل سكان حي البويتات يذكرون هذه القصة المأساوية كواحدة من نتائج تلك المخدرات التي تروج في أبواب المدارس يغتني بها أفراد بلا ضمير وتذهب بعقول وحياة شبان في عمر الظهور ترجمة نانسي قنقر